اهلا ومرحبا بكم ولكاء متجدد معكم في برنامجكم مدرسة على الهوى وحلقة جديدة من حلقات الجبر للصف الاول الاعدادي وموضوعنا النهاردة حبيبي موضوع شايق وجميل اوي بعنوان اسمة مجدار جبري او اسمة حد على حد او مجدار على حد الاسمة بشكل عام يبقى النهاردة اسمة الحدود الجبرية او اسمة مجدار على حد او مجدار على مجدار تعالي نبدأ الاول باسمة الحدود الجبرية يبقى عنواننا النهاردة يا حبيبي زي ما جالكم على الشاشة اسمة الحدود الجبرية يلا مع بعض بالراحة كده لما اجا اقول لك اتناشر سين قس خمسة على اربعة سين قس اتنين اسمة عادية جدا يلا معي يا حبيبي نقسم بالراحة خالص 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 اول ما تيجي تقسم بتقسم الاشارة على الاشارة موجب على موجب موجب خلاص مش هكتبه يا مصر طب اتناشر على الاربعة لا اتناشر على الاربعة فيها التلاتة تمام طب سين قس خمسة على سين قس اتنين افتكر بقى احنا ما خبنا في الدرب قلنا انه عند الدرب بتجمع الاسس النهاردة هنقول عند القسمة تطرح الاسس يبقى تطرح الاسس يعني ايه يا مستر ابراهيم خلاص يبقى اكتبلك سين خمسة ناقس اتنين يبقى سين قس تلاتة يبقى الناتج تلاتة سين قس تلاتة طيب واحدة تانية لا معايا بالراحة كده سالب 18 سين قص 5 صاد قص 6 على 2 سين قص 3 صاد قص 4 يطلع هناك كان يلا اقسم بالراحة خالص وعلى مالك سالب على موجب سالب شوفت بقى اول حاجة بابدأ بالإشارة 18 على الاتنين جميلة فيها التسعة مش حقالص اقسم عادي جدا طيب لما تيجي تقسم الرمزة 20 قص 5 على 20 قص 3 عند القسمة تطرح الأسس يبقى يطلع سين قص 5 قص 3 اتنين يبقى سين قص 2 طيب صاد قص 6 على صاد قص 4 يطلع صاد قص 2 عند القسمة تطرح الأسس يبقى اخدت بالك أنه عند القسمة تطرح الأسس طيب مثال تاني جميل برضو بس المرة دي بقى خد بقى معي اقول لك اه 4 سين قص 3 صاد قص 2 على نقطة تلعت كم يا مستر ابراهيم تلعت 4 سين بس ايه ده بقى ايه مستر 4 على كام فيها الاربعة يبقى واحد خلاص مشان نكتاب طب سين قص 3 على ايه ده تمسين ها يبقى اكيد ممكن نقوله سين قص 3 على سين يطلع السين قص 2 لانه عند القسمة تطرح الأسس طب صاد قص 2 على كام اتشالت خالص يبقى اكيد طالما اتشالت خالص يبقى تقسمت على نفسها يبقى صاد قص 2 على صاد قص 2 لانه عند القسمة تطرح الأسس هتطلع لك صاد قص 0 واي عدد عليه قص 0 او رمز على قص 0 يبقى يديك الناتج واحد معادة طبعا القوة اللي هي صفر قص 0 طيب اتناشر سين قص 4 صاد اص خمسة على ستة سين قص 4 صاد قص 3 يلا معي بالراحة قسم كده اتناشر على ستة فيها الاتنين طب سين قص 4 على سين قص 4 خلاص هتدي يا مستر سين قص 0 طب سين قص 0 بكم؟ بواحد خلاص شلتها اهي ممكن نقول لك سين قص 0 اهي تبقى لك في خاطوة جديدة صاد قص 5 على سين قص 3 عند القسمة تطرح الأسس صاد قص 2 طب هسين قص 0 لا ممكن نشيله خالص ونقول له اتنين صاد قصة اتنين. طب ينسى ابراهيم انا كتب ده من الاول ومشيت دي مع عاديه خلاص ومشكب سين قصة صفر انت ولا فشي حاضر صح. احنا قلنا بس نحاول نعملها لك. اشان بتعرف هي ليه اتشالت. يبقى سين قصة اربعة سين قصة اربعة. عند القسمة تطرح القصة تديك سين قصة صفر وسين قصة صفر قيمتها بتساوي واحد خلاص. طيب انا كده يا ولاد عرفت اسمة المقدار الحد قصدي على الحد. طب هل المقدار يقسم على حد جابري? تم يقول لك اسمت يلا ركز معايا كده بقى اللي احنا هنقوله دلوقتي اسمت المقدار الجابري على الحد الجابري. طيب يلا معايا ناخد مقدار جابري اهو اتناشر سين قصة اربعة زائد تمانية سين قصة تلاتة زائد اربعة سين عايز اقسم ده اقسم على اربعة سين. ودايما يقولي شرط كده هيقولي جنبها مسلا ايه حيسو? سين لا تساوي سفر. اللي انت بتقسم عليها دي. لو انت لاحظت المقدار الجابري بتاعك مكون ادي حد وادي حد وادي حد تلات حدود. تم تعتبرها تلات مسائل من اسمت حد على حد. يعني يا مستر. يعني امسك الحد الاولاني اقسمه على الاربعة سين. وامسك الحد التاني اقسمه على الاربعة سين. وامسك الحد التالت برضو اقسمه على الاربعة سين. يبقى كده اسمت تلات حدود جابري. اه ده كده بقت سهل يا مستر ابراهيم. طيب تعالوا مع بعض. يبقى نعمل ايه? اه دي المقدار الجاب بتاعك ركز اتناشر سين قصة اربعة زائد تمانية سين قصة تلاتة زائد اربعة سين طريب يلا نقسم مع بعض هنقسم على اربعة سين يبقى حط هنا تحت هي اربعة سين وحطي تحت ده اربعة سين اللي هو المقسوم عني اربعة سين بس بقت اسمها عادية جدا اسمت مقدار على حد عادي يلا اقسم بقى زي ما كنا بنعمل في اسمت الحد على الحد هي هي اتناشر على الاربعة فيها التلاتة اه نسيت اقولك يا ولاد موجب على موجب اه انشاء انا ما تنساش الاشار لابنك قد تكون موجب على سالم وتنساها يبقى موجب على موجب مش هنكتبه في اول الكلام طب سين قصة اربعة على سين عند القسمة تطرح الاسس اه تطلع عليك سين قصة تلاتة والله هي سهلة طب تمام موجب على موجب موجب تمام تمانية على الاربعة فيها الاتنين سين قصة تلاتة على سين هتطلع سين قصة اتنين اكدنا تلات مسائل تمام موجب على موجب موجب تمام اربعة على الاربعة في هالواحد وسينة على سينة اه راح ايه هتقول لي اشيلها ومشي اكتب حاجة لا اربعة سينة على الاربعة سينة العدد كسمة على نفسه يكون الناتج واحد صحيح طيب تعالوا مع بعض سؤال تاني بيقول لي ركز معايا وجد خارج كسمة يلا معايا ياريت ولادي حبايبي انقلوا معايا سالب اربعة وعشرين سين قس تلاتة صاد قس خمسة زائد اتناشر سين قس اتنين صاد قس تلاتة اه زائد ستة سين قس اربعة صاد قس اتنين على اقسم على كامل ستة سين صاد حيث حيث سين في صاد لا تساوي صفر طيب وبعد كده احسب القيمة العددية عندما سين بتساوي واحد وصاد بواحد ثم احسب القيمة العددية عندما سين تساوي واحد وصاد تساوي واحد ركز معايا المجدار الجابري بتاعك مكون ادي حد ودي التاني ودي التالت اي رأيك لكل واحد نزلنا تحت ستة سين صاد تمام يبقى انا كده بقسم على ستة سين صاد يلا مع بعض هنكتب المجدار الجابري بتاعي الاول خالص يبقى نقوله سالب معايا حبيبي اربعة وعشرين سين قس تلاتة صاد قس خمسة ادي الحد الاولاني زائد ادي الحد التاني سين قس اتنين صاد قس تلاتة زائد ستة سين قس اربعة صاد قس اتنين طيب كل واحد فيه هنكتب تحته يلا هنكتب تحته ايه ستة سين صاد وهنا برضو ستة سين صاد وهنا ستة سين صاد اللي هو المقسوم عليه ونقسم عادي جدا يلا حبيبي سالب على موجب سالب تمام اربعة وعشرين على الستة فيها الاربعة سين قس تلاتة على سين تطلع سين قس اتنين تمام عند القسمة تطرح الاصص طيب صاد قس خمسة على صاد يديني صاد قس اربعة عند القسمة تطرح الاصص يلا لبعده موجب على موجب موجب اتناشر على الستة برافع عليك سامعكو حبيبي اتناشر على ستة فيها الاتنين يا مستر سين قس اتنين على سين عند القسمة تطرح الاسس تطلع لسين صاد قس تلاتة على صاد تطلع لصاد قس اتنين عند القسمة تطرح الاسس يعني اللي بعدها موجب على موجب موجب ستة على ستة فيها الواحد سين قس اربعة على سين تطلع سين قس تلاتة وصاد قس اتنين على صاد تدين صاد قس واحد اللي انا جئته ده حبيبي اسمه خارج القسمة ده خارج طب مستر ابراهيم عايزين نعوض عن السين بواحد. والصاد بواحد. يبقى لما نيجي نعوض عندما سين بواحد عندما سين تساوي واحد وصاد تساوي واحد. انا عسيبها لك زمعية هي. يلا ركز معايا كده كلنا حبيبي. هنحط السين بواحد وصاد بواحد. يبقى بتساوي سالب اربعة. في واحد تربيع في واحد تربيع. شلت ساد وحطت واحد. شلت السين وحطت. طب مثلا بيم لو كان سالب كنت فتحت قوس وحطته جواه. تمام زائد اتنين في واحد هاي? في واحد تربيع بواحد. زائد واحد في واحد. لسين تكعيب بواحد. ويبقى واحد في واحد. طلع الناتج بقى بتاعك. يبقى بالراحة كده ركز معايا. واحد في واحد بواحد في السالب اربعة يطلع للسالب اربعة. زائد اتنين في واحد باتنين. وواحد في واحد بواحد. يلا معايا جمعهم. يبقى تلاتة نقص اربعة يطلع الناتج النهائي سالب واحد. ده الناتج النهائي للتعويض بعد ما اختصرنا. يبقى شفنا يا ولادة حبيبي ان انا بقسم المقدار على حد. عادي جدا زي ما بقسم الحد على حد. المقدار بيتكون من حدين. يتكون من تلاتة. يتكون من اربعة. يسم كل حد على المقسوم عليه اللي انا بدون. اقسم يلا معايا يا حبايبي اقسم. اربعة سين تكعيب ناقص اتنين سين على اتنين سين. حيث دايما بيتبق شرطي كده. سين لسه وصفر. لان طبعا كلنا عارفين ان القسم على صفر ليس لها معايا. ده حدين بس يا مستر ايه المشكلة? يلا اربعة سين تكعيب ناقص اتنين سين. انزل المقسوم عليه بقى. المقسوم عليه كام? اتنين سين. وانا اتنين سين. يلا اقسم اربعة على الاتنين في الاتنين. سين تكعيب على سين فيها سين تربيع. تمام? عند القسمة تطرح الاسس. ناقص اتنين سين على سين. الواحد الصحيح. يبقى خلنا بنا. عند القسمة تطرح الاسس. تحس ان الاسمة المقدار على حد هي شبه الحد على الحد. بس. انما حد على حد حكتين بس. انما المقدار ممكن يقوم من حدين او تلاتة او او اربعة. بقسم كل حد على المقسوم عليه. وتبقى المسالة سهل. طيب. عايز افكركم بحاجة حبيبي. بيقول لي رتب المقدار الجبري على حسب سين تنازليا. ركز كده معي. اول الوحدة خالص. رتب المقدار على حسب سين تنازليا. محتاج اللي انا ارجعها معاكم. يجي يقول لي خمسة سين زائد سين قس اتنين زائد ستة. يلا رتب المقدار على حسب سين تنازلية من حيث الدرجة. تمام. هنا سين عليها واحد يبقى دي من الدرجة الاولى. وانا سين عليها اتنين تبقى دي من الدرجة التانية. وانا مبيس سين يبقى دي من الدرجة السفرية. طب لما رتب تنازلي اما هو ده ابدأ بقى اعلى درجة. يبقى لما اجي ارتب هقول له ايوار ابرف عليكم. حبيبي سامعكم. اعلى درجة هي سين قس اتنين. تمام. واللي بعديها على طول الدرجة الاولى خمسة سين. واللي بعديها هي الستة. يبقى ترتيب المقدار الجبري. يرتب على حسب سين. اعيز ارتب تنازلي ماشي. اعيز ارتب تصعدي ماشي. مستر ابراهيم انت راجعتنا السؤال ده لي ايه السبب? ان انا هقسم دلوقتي مقدار على مقدار. طيب قبل ما اقسم بقى المقدار الجبري واحد. لازم تخلي بالك. ان يكون المقدار الجبري بتاعك مرتب. يعني مرتب سواء تنازلي او تصعدي. طب مستر ابراهيم ممكن المقسوم عليه ارتبه تنازلي. والمقسوم قصدي. والمقسوم عليه بقى تصعدي. لأ. ان كان المقسوم مترتب تنازلي. يبقى المقسوم عليه ترتب وهو كمان تنازلي. تعالنا نشوف مثال بسيط اوي بيقول لي اقسم. اقسم ايه يا مستر ابراهيم. ايه زي اللي انا كنت وقتها لك من شوية اهيه. ماشي كده. على. على ايه كام يا مستر? على سين زائد تلاتة. اول حاجة يا ولادي حبيبي لازم كلنا مع بعض نركز. ايه هي? اول حاجة نرتب المقدار بتاعي تنازلي. طب ابدأ بمين? ابدأ بسين قصة اتنين. على درجة. وبعديها خمسة سين. وبعديها ستة. كده ارتبتي تنازلي. طيب. المقسوم عليه? لا مقسوم عليه ميت رتب. درجة الاولى طبع كده درجة سفرة. هقسم ده على اوصل شرطة كترة ايه? سين زائد تلاتة. يبقى هقسم المقدار الجابري ده على المقدار الجابري ده. اول خطوة بنعملها حبيبي اول خطوة اقسم الحد الاول على الحد الاول. يلا ركز معايا كده. الاول على الاول. سين قصة اتنين على سين يطلع سين. شوف انا كده بتاع فين? بتاعش تحتها. يا ركز معايا. اهم حاجة. سين قصة اتنين على سين يطلع فيها السين. طب اللي اطلع ده اعمل بي ايه? اضربه جوه. سين في سين. ركز بقى. سين قصة اتنين. سين في تلاتة بتلاتة سين. نعيد تاني الخطوة دي من الاول. اسمنا الاول على الاول. سين قصة اتنين على سين يطلع فيها السين. طب اللي اطلع ده اعمل بي ايه? اضربه جوه. سين في سين بسين قصة اتنين. سين في تلاتة بتلاتة سين. غير الاشارات. اه دي ايه? دي موجة بنخليها سالب. ودي موجة بنخليها سالة لان احنا عناها من عملية طرح. يلا مع بعض خد تبقى لك ان السين قس اتنين مع السالب سين قس اتنين. هيروحوا مع بعض. طب خمسة سين ناقص تلاتة سين. لما بتيجي تجمع ويكون الاشارات مختلفة. اه برفع ليك سامعكو حبيبي. باخد اشارة الكبير واعمل ايه? واطرح. كبير خمسة اشارتها موجة. خلاص نزلت موجة باهمش اتبعش بتقول الكلام. خمسة ناقص سلاتها اتنين سين. ونزل الستة. تمام? يبقى خمسة ناقص سلات اتنين سين. ايه ده يا مستر ده ما خلصتش? ارجعي التاني. الاول هنا اتنين سين. والاول فوق سين. يقسم الاول على الاول. اتنين سين على سين يطلع فيها اللي اتنين. تمام? اتنين سين على سين. السين هتروع مع السين يبقى لك اتنين. طب اضرب دي جوة. اتنين في سين. باتنين سين. اتنين في تلاتة به ستة. غير اشارة دي موجبه تبقى سالب ودي موجبه تبقى سالب هتلاقي العدد ده راح مع ده دك سفر والعدد ده راح مع ده دك سفر اذا خارج الكسمة بتاعك هو سين زائد اتنين بصراحة يا مستر عايزة تتفاجع تاني يلا مع بعض حبيبي تاني نجيب واحدة كمان بيقول لي اقسم اوجد خارج اسمت اوجد خارج كسمت اقسم ايه بقى سالان اتنين سين تربيع زائد سبعة سين عايز اقسم دي على على كم يا مستر ابراهيم على سين زائد تلاتة عايز اقسم ديت على سين زائد تلاتة او سين زائد واحد خلاك سين زائد واحد يلا مع بعض اقسم المجدار ده على المجدار ده الاول على الاول اقسم يلا الاول على الاول يبقى السين هتديني اتنين سين على سين في هالتنين سين تمام اضرب ده جوه اتنين في سين باتنين سين تربيع اتنين سين في واحد باتنين سين تمام كده يبقى قسمته يبقى اللي اتنين سين تربيع الاول على الاول اتنين سين تربيع على السين هتديك اتنين سين طب اللي طلع اعمل بي ايه اضربه جوه اتنين سين في سين باتنين سين تربيع طب اتنين اتنين في تلاتة. اه دي تلاتة معيش يا ولد. اتنين في تلاتة بستة. يلا مع بعض يا حبيبي دي تلاتة اتنين في تلاتة بساتة. يلا غير اشارة. دي هتبقى سالب. وده هتبقى سالب. يلا اختص. ده يروح مع ده. طب سبعة سين ناقص ستة سين. تطلع عليك سين. والتلاتة تنزل زي ما هي. يبقى انا اسمت على سين زي التلاتة. ارجعي التاني يبقى انا قلت له اتنين سين قس اتنين على سين فالتنين سين. طيب. الناتج اللي قلت لها هنا بقى الاول حالاول. سين على سين اطلع في هالواحد اهيه. الواحد طبعا اعمل لي بلواحد اضرب الواحد جوه. واحد في سين بسين. واحد في تلاتة بتلاتة. اغير اشارة. ده هتبقى سالب وده هتبقى سالب. ده هيروح معده وده اهو. صفر يبقى خارج الاسمة اتنين سين زائد واحد. ده خارج القسمة بتاع. يبقى اتنين سين زائد واحد. طيب مثال كمان يا ولاد حبيبي بيقول لي اقسم اقسم او اقسم هو سين تكعيب زائد تمانية على على ايه يا مستر ابراهيم? سين زائد اتنين. طيب يلا مع بعض نرتب. مستر ابراهيم انا ما عنديش على درجة تالتة فيش تانية ولا اولى ولا اعمل ايه? طيب في الحالة دي بقى اركز معي. ادي سين قس تلاتة. هسيب مكان للدرجة تانية. وهسيب مكان للدرجة الاولى وراح اكتبه التمانية. ايه ده مستر ايه ده بقى اللي احنا سيبناها فاضية دية. لان انا عايز الدرجة التانية وعايز الدرجة الاولى فاسبت لها مكان. طب سين قس تلاتة على سين هوق عند القصف وتطرح القصص بقى سمن اول على الاول يبقى سين قس تنين. طب اللي اطلع اعمل بي ايه? اضربه جوه. سين قس اتنين في سين اه اكتبها فين بقى تحتها? بسين قس تلاتة. طب سين قس اتنين في اتنين يبقى اتنين. سين قس اتنين. تمام. غير اشارة. ده يبقى سالب. ودي موجة بقى تبقى سالب. ده يروح معده. مستر ابراهيم دي مفيش فيها حاجة. تنزل زي ما هي. اهي. واسيب مكان للدرجة الاولى وروح اكتبه التمانية. لا خلصتش. عيد تاني. الاول على الاول. سالب اتنين سين قس اتنين على سين. يطلع سالب اتنين سين. سالب على موجة بسالب. واتنين على الواحد في الاتنين. قس اتنين على سين فيها السين. طب اللي تلعن بيه? اضربه جوه. سالب اتنين في سين بسالب اتنين سين قس اتنين. سالب في موجة بسالب اتنين في اتنين باربعة سين. طب وبعدين يا مستر. غير الاشارة. دي هتبقى سالب تتحول تبقى موجب ودي السالة بتحول تبقى موجب. طب يلا مع بعض نركز اعمل ايه بعد كده? ده هيروح مع ده. اربعة سين ما بيش فيها حاجة تنزل زي ما هي. يا مستر مستلا مش راي تخلص دي. طبعا لازم تفي الاخر خالص توصلها تبقى سفر و سفر. طب يلا عيد من الاول. اربعة سين على سين. تلاحظ ان كلها تتاسم على الاول. عملت لك عليها ده يا راي. الاول على الاول. اربعة سين على سين يطلع فيها الاربعة. اضرب الاربعة جوه. اربعة في سين باربعة سين. واربعة في اتنين تديك تمانية. اه الحمد لله ظهرت الرؤية هي. مجرد بس بما هغير الاشارات. هخلي دي تتغير هي سالب ودي تتغير تبقى سالب. ده يروح مع ده ديك سفر سفر. يبقى ايزا فين خارج الاسم هو اللي انت جابه ده? خارج القسمة. كام يا مستر? سين تربيع نقص اتنين سين زائد اربعة. يبقى شفنا اسمة المجدار على مجدار. بس محتاجة تركيز. تعال شف بقى مسال كمان بقى بس هجيبه لك مختلف شوية. بيقول لك ايه? اوجد قيمة التي تجعل المقدار فين المقدار ده يا مستر? خد يا عام. سين قس اتنين زائد سبعة سين زائد كاف يقبل يقبل القسمة على سين زائد تلاتة. مستر ابراهيم انا عايز اعرف كاف دي بكام اللي هتخلي المقدار ده يقبل باسم على سين زائد تلاتة. طب اعمل ايه انا بقى دلوقتي? عادي جدا جدا جدا. اقسم عادي. اقسم عادي مسألتك وفي الاخر الكاف هتظهر لك. تعال نقسم اهو. يلا الرتب هو مترتب يا مستر. كمان. سبعة سين زائد كاف. على سين زائد تلاتة. اقسم عادي. ملاكش جعب الكاف خالص. سيبها دلوقتي. الاول على الاول. سين قس اتنين على سين. تطلع فيها سين. يا مستر يعني الكاف دي اصلا يا موتراني. لا ماكش جعب الكاف خالص. هي هتظهر لك في ايه? سين قس اتنين على سين. عند الكس ما تطرع على الاسس. تطلع عليك سين. الاول على الاول. طب السين عامل بها ايه? برفع عليك نضربها في المقسوم عليه. سين في السين بسين قس اتنين. سين في تلاتة بتلاتة سين. تمام? انت كده ولد شاطر. طب الخطوة اللي جاية ايه? غير الاشارات. دي موجة بتتحول تبقى سالب. ودي موجة بتتحول تبقى سالب. ده هيروح مع ده. سبعة سين نقص ثلاثة سين. اربعة سين. زائد كاف. يا مستر كاب بكا. يا سيدي يصيب كاب دلوقت. يلا نكمل. الاول على الاول. اربعة سين على سين تطلع اربعة. تمام? الاربعة سين على سين. طب اعمل ايه? اضرب. الاربعة في المقسوم عليه. اربعة في سين باربعة سين. واربعة في تلاتة باثناشر. ظهرت الرؤية. ده زي ده يبقى كاف باثناشر. طب يا مستر ابراهيم. طب انا كده انت فهمتها. الاشارة دي زي. طب افرد يا مستر دي كانت موجة ودي سالب يبقى كاف كانت بسالب اتناشر. يبقى الفوق ده زي اللي تحت. ليه يا مستر? عشان لما نيجي نغير اشارة حبيبي. لما نيجي نغير دي. دي موجة بتتحول تبقى سالب ودي موجة بتتحول تبقى سالب. فهيروحوا مع بعض. فازن الكاف دي كانت اصلها بتناشر. يبقى كاف اوله كاف نقص اتناشر بتساوي سفر. خرج يبقى عكس الاشارة يبقى كاف تطلع باتناشر. ليه ما تقول له ده ازاي ده? ايه كاف زي التحتها. يبقى كاف تطلع قيمتها بتساوي اتناشر. طيب مستر رباهم احنا عايزين نشوف واحدة كمان على اجيات قيمة كاف لاحسن. اه ممكن تكون صعب عين شوية. يلا معايا. اوجد قيمة كاف التي تجعل المقدار ايه هو المقدار قد يا مستر رباهم اهو. سين تربية على ناقس سين ناقس كاف اول مرة دي جبتلك بالناقس. تمام? سين تربية انا تقبل القسمة. تقبل القسمة على سين ناقس خمسة. يبقى احسب كيمة كاف التي تجعل المقدار يقبل القسمة على سين ناقس خمسة. طيب يلا معايا بالراح عشان نجيب كاف. اقسم عادي جدا. قادي المقدار بتاعي مترتب واسبني من الكاف خالص مش هتأثر. يلا نقسم الاول على الاول. سين قس اتنين على سين عند القسمة. برافو عليكم. تطرح الاسس يبقى سين. طب اعمل ايه في السين? اضربها جوه. سين في السين. في السين قس اتنين. سين في سالب خمسة. سالب خمسة سين. طب الخطوة اللي جاية اغير الاشارات. دي موجب. حولها تبقى سالب. ودي سالب. حولها تبقى موجب. اهو. العدد معا معكوس. تمام? طب سالب واحد وموجب خمسة. عند الجامعة والاشارات مختلفة بنزل اشارة الكبير وبطرح. خمسة نقس واحد يديني اربعة سين. تبقى سالب كاف? ماليش دعوة بها سيبة زمعين. طيب. يالله نقسم الاول على الاول. موجب اربعة سين على سين. موجب على موجب. موجب اربعة سين على سين. فيها الاربع. تبقى اعمل ايه بالاربع? اضربها جوه. اربعة في سين باربعة سين. وموجب سالب بسالب. واربعة في خمسة بعشرين. ظهرت الرؤية. دي اربعة عصين دي ما دي اربعة عصين. دي سالب دي سالب يا كاب بعشرين. يبقى انت كده ولا تشاطر رفت ان كاف كميتها بعشرين. يبقى كاف كميتها بعشرين. طب افرد دي كات موجب ودي سالب. يبقى هنا الكاف هتبقى بسالب عشرين. يبقى حتى لو انت غيرت الاشار دي هتبقى سالب وده هتبقى موجب عشان يروحوا مع بعض. خلاص? يبقى ده لما يروح مع ده يبقى كاف هنا كميتها بكام يا ولاد دي سالب سالب. يبقى كاف كميتها بعشرين. يبقى كاف كميتها بعشرين. طب عايز اتأكد حط كاف بعشرين اهي. هتلاقي العشرين سالب عشرين مع الموجة بعشرين. راحوا مع بعض يبقى كده اسام. خدنا النهاردة اسمت الحد الجبري على الحد الجبري. اسمت المجدار الجبري على الحد الجبري. اسمت المجدار الجبري على المجدار الجبري. تعالوا مع بعض الراجع حاجة وسيطة برضو. اسمت المجدار على المجدار برضو. اقسم يلا معي يا حبيبي سين تربيع زائد تسعة سين زائد عشرين على سين زائد خمسة يلا المتضار بتاعه مترتب اعمل ايه مستر ابراهيم الاول على الاول سين قس اتنين على سين تيديني سين اعمل ايه يبقى اول حاجة اقسم الحد الاول على الحد الاول طب تمام كده يبقى الاول على الاول تمام طب اللي اطلع اعم بايه اضربه في المقسوم عليه سين في سين بسين قس اتنين سين موجب في موجب بموجب سين في خمسة بخمسة سين. طيب. الخطوة اللي جاية ايه? غير الاشارات. يعني ايه غير الاشارات يا مستر? دي اشارة مجابة فهنحول ها تبقى سالبة. دي مجابة هنحولها تبقى سالبة. تمام. سين والس اتنين مع سالب الس اتنين. العدد مع المعكوس الضرب بتاعه. تسعة سين ناس خمسة سين تديني اربعة سين. زائد عشرين تنزل زي ما هي. عيد تاني خطوتك باسمة الحد الاول على الحد الاول. يبقى اربعة سين علي سين اهي? على. اربعة سين علي سين مجاب على مجاب موجاب واربعة تحول تبقى سالب. ده يروح معداء وده يروح معداء هو. يبقى اذا خارج القسمة بتاعتك هي سين زائد اربعة شوفنا دي الاسمة جميلة. بتاع نشوف اسمه بقى راجع معايا كده بقى ايه اللي احنا خدناه في الحلقة النهاردة? اقسم. يلا معايا يا راجع يلا. تمنتاشر سين قصة اربعة صادوس خمسة على سالب تسعة سين قصة اتنين صادوس تلاتة. دي اول حاجة خدناه في الحلقة اسمة الحد على الحد. العنوان كله هو الاسمة. يبقى النهاردة ما ضعنا الاسمة. يلا اسم يبقى الاسمة خلاص موجب على سالب سالب. تمنتاشعة تسعة في الاتنين. وعند القسمة تطرح القصص. يطلع سين قصة اتنين وصاد قص اتنين. يبقى اولادي حبيبي احنا النهاردة اخدنا الاسمة بكل اشكالها. اسمت الحد على الحد. واسمت المقدار على الحد. واسمت المقدار على المقدار. وشوفنا قديني الموضوع شيك وممتع. فعلا ابنائي وبناتي. اه اسمحونا ان احنا نجيكوا سؤال تاني مع بعض. وان شاء الله هتفهموا اكتر السؤال اللي جاي. بيقول لي ايه اسم? اخر السؤال ادركوا على سبيل الواجب بتاعكم اهو. اه زائد اربعة سين على اتنين سين. ممكن السؤال زي ده بتعملوه في البيت واجب. وتختبرو نفسكو فيه. وان شاء الله نشوف حله في حلقة قادمة ان شاء الله. الابناء وبناتي سعدت بيكم. يا رب اكون اسعدتكم. دمتم بحفظ الله واملي. على امل بلقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.